اشتركوا في القناة ما جرى على قاتل أبد الله رضيه في الكوفة بعد ست سنوات وهي فترة قصيرة إنصافا حينما انتصر المختار على بني أمية وحكمه في الكوفة جاء بقتلة الإمام الحسين وقتل كل واحد منهم بالطريقة التي كان هو قد قتل واحد من أصحاب الإمام الحسين المنهال من أصحاب الإمام زين العابدين يقول ذهبت إليه في المدينة المنورة فقال لي كيف خلفت الكوفة؟ قال خلفته والمختار حاكم وقد قتل بعضها من قاتل في كرملة؟ فسأله الإمام عن حرملة بالذات كيف وجدت حرملة؟ قال لا يزال طليقا قال اللهم أذقه حر النار يقول عدت إلى الكوفة ودخلت على المختار وإذا بي أرى أمامه حرملة مقيدا وأنا أنظر إليه قال كيف قتلت عبد الله رضيه؟ فذكر أنه كيف جاء الحسين برضيعه وكيف أنه عمر بن سعد قال اقطع نزاع القوم وإلى آخره يقول ثم أمر بالنبالة أن يرموه بالسهام حتى قتل ثم أشعل نارا ورماه في النار المنهال يقول سبحان الله سمعت قال للبختار سمعت سيدي ومولاي علي بن الحسين زين العابدين سلام الله علي يقول اللهم أذقه حر النار وها أنت فعلت هذا يقول ففرح المختار لأن الله استجاب دعاء زين العابدين على يديه يقول بعدما ذهبت بعد فترة إلى المدينة والتقيت بالإمام وذكرته فرح من ذلك وترحم على المختار انظروا رب العالمين عند عقوبات لكل ذنب عقاب معين إذا كثر الزنة كثر موت الفجأة هذا عقاب الله عنده سنة طريقة من يقطع رحمه فإن الله يعجل له بالموت الله يعجل له بالموت لكن من يصل الرحم الله يعجل الموت كل عقوبة هي متناسبة مع الذنب وكل ذنب عقوبته متناسبة معه أشد الناس عقوبة وأسرع الذنوب عقوبة البغي الظلم إياك وظلم من الله يجز عليك ناصرا إلا الله نرجو من الله أن يمنعنا من معاصيه خاصة الظلم وأن يوفقنا لطاعاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة